موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصدف اليوم في الستوديو الكاتب والسياسي الأستاذ سيد فرنجي أهلا وسهلا بكم أستاذ سيد في الستوديو الميادين نبدأ من الملف الأكثر سخونة في لبنان وهو موضوع الحوار يعني بالأمس بدأت جلسة الحوار المعلومات المسربة قليلة جدا يعني لا تشي بشيء وهنا كمان يعتبر بأنها لا تشي بالخير حتى حتى الآن يعني كيف تجد الحوار وانطلاقة الحوار يعني أولا يعني ما حتى بيقدر إلا بحال انعقد هذا اللقاء فهو في إيجابية انعقاده في إيجابية مجرد الانعقاد مجرد الانعقاد هلأ ماذا سيشكل وكيف وضعه يعني هذا بيّن أنه له وظيفة هو تخفيف الاحتقان المذهبي واحتواء التوترات في الأجواء الداخلية هو تحديدا لأنه يعني يجري بين المستقبل لأنه يجري بين موقعين سياسيين ولكن بمضمون مذهبي وهذا نرجع لله بعدين يحمل خطأ يعني ما بيصير الحوار على قواعد مذهبية ماشي ولكن إن كان محصورا بين سياسيين يعني حزب الله تحديدا وتيار المستقبل تحديدا سيؤدي غرضه لكن لا يؤدي غرضا وطنيا واسعا سنتبع هذا طبعا نعود إلى هذا الموضوع فهذا الاختراق شكل الاختراق سياسي واحتمال محاولة لتجميد الخلاف والنزاعات هلأ هون أني طالوا شاطرين استبعدوا من جدول الأعمال أغلب النئات الجوارية والأساسية واللي هي سبب الأزامة بالبلد أيضا يعني مع الاختراق يبدو في شغل على تنظيم الخلافات أو الخلاف بين الطرفين وهذا جاي ما حدا ألا بده هيك يعني أما بالنتائج وشو المطلوب يا هل ترى هذا الحوار السنائي يلبي مطبع اللبنانيين باستثناء واللي مطلق كلهم بالدنيا وقف الاحتقام ممتاز بس لكن هل القوى وآخرين في لبنان بمعنى كل التكتلات السياسية هي وراء الأسباب الأساسية للأزامة في لبنان ما ننسى يعني ما أنا مش لترى أن أزامة لو لا يجب أن ننتخب رئيس ولكن لو انتخبنا رئيس مش لح تروح الأزامات كان في رئيس وكانت الأزامة عم تكبر هالأزامات أربع خمس أزامات كبيرة هي أزامة أزامات سياسية جوهري في النظام طبعا من نتائجها هذا النظام في حالة إفلاس والطبق السياسي في حالة عجز وقت ما بيقدروا لا ينتخبوا رئيس في شغور في الرئاسة ما بيقدروا على سنتين ثلاثة وأربعة وصاروا خمس سنوات ما يقدروا ينجوا أنوا انتخاب جديد لأنه بد أن أوانين انتخاب على إياساته مش عياسات الودانيين ثالثا ما قدروا عنه انتخابات رابعا تعطلت مؤسسات الدولة خامسا كل شيء تمرجله مدد المجلس الميابي أولا وثانيا هذه ظواهر أزمة حقيقية في النظام اللبناني الطائفة كيف نعالجها اللي يعمل الأزمة ويقدر يعالجها الشكل اللي بيعالجها بمثلها أي بيعمل تسوية تأجيل يعني بعد خمس سنة تتفجر حالة تانية فمن هون هو المطلوب يعني إذا بدنا نبلش نعالج توسيع الحوار أن يكون حوار وطني شامل في كل المكونات وفي كل القوى السياسية عندي هذه النقطة حتى ما يفوتنا أي نقطة في السابق هناك حوارات كثيرة أجريت ليست على نمط الحوارات رئيسة الجمهورية مش عملك أبدا ولا رئيسة الجمهورية مش عن نمطها مش عن نمط الحوارات للحوار اللي صادت بالرئاسي مش هيك أنا أقول حوارات هذه الدكية أخذتها واحد هي استراتيجية الدفاع مش هيك نحن عم نقول إذا بدون مع أنه أنا بعرف تماما ولو لعملوا حوارات هذا النظام عصي على الإصلاح واضح عصي ما أدرم ما أدرم عملك في إصلاح والطبقة السياسية تابعا ما بدأت عمل إصلاح إذن تعمل حوار أوسع لا تعدي تأسيس نظاما بدلا عن نظام الطائف هذا الفريق الذي لا يريد أن ينتج قانون للانتخابات يكون عادل للجميع لا يريد أن يحل هذه المسائل بشكل جذري ليستغل في كل مرة عندما تنفجر ويكون الحل بدي ما هي المصلحة لديه ليقيم حوارا شاملا موسعا يستطيع أن يحل كل هذه الأزمات لا يتساعد لا يستمر بالحياة أكتر نحن ما بدنا هو بده أنا بوصفه هو شو بده هو بده لآن في كل فترة بيعمل له تسويات وبترجع تنفجر بس ولكن بالتسويات ارتحنا أو بيصور لللبنانيين أنه جاكل الخلاص بيين من 43 إلى اليوم ما في خلاص يعني وفي 43 إلى اليوم هناك حوارات يعني في لبناني بيعملوا حوارات وبيعملوا تسويات وبيعملوا حروب وبيعملوا مشاكل واضطرابات وأزمات يعني هذا النظام يستولد الأزمات وبيصير عاجز عن حله له السبب بتركيبه الطائفة يستعين بالخارج دائما كل واحد بيروح حيث مربضه والخارج الآن مولع بحالات يعني المنطقة كلها سوا كلها وحالة توتر ومخاء عسير على كل حال له السبب عم بقول لن ينتج هذا الحوار تسويه في لبناني الآن نعم على كل حال موضوع الخارج والحوار وحتى لا ينتج رئيسا الجمهورية وحتى لا ينتج رئيسا الجمهورية على كل حال موضوع الخارج والحوار وموضوع الداخل أيضا يعني والحوار حلفاء هذا الفريق وحلفاء هذا الفريق يعني كيف موقفهم وماذا يشاركون في هذا الحوار ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف أعزائي المشاهدين إلى عنوين الصحف العربية الصادر اليوم نتبع أهلا بكم في جولة على بعض أبرز يعنوين الصحف العربية نبدأها بصحيفة الشرق الأوسط التي جاء في أبرز يعنوينها تحرك فرنسي لدفع ملف الرئاسة اللبنانية والفاتيكان عاتب مساعن لعقد اجتماع بين عون وجعجع عنوان آخر من الشرق الأوسط السبسي رئيس الحكومة ليكون من وزراء بن علي القيادة السعودية تهنئه بفوزه في الانتخابات التونسية لرجاني يلتقي السستاني ويرفض التحدث عن الدعم أمام المايكروفون 103 مليارات دولار موازنة العراق على أساس 60 دولار لبرميل النفط ننتقل إلى الأخبار اللبنانية الحوار إيجابية وتحفظ حزب الله والمستقبل على مائدة بري سمك وفراك ومقبلات ننتقل إلى الإمارات وصحيفة الخليج حصاد التحالف في سوريا 1171 قتيلا إرهابيا حرس الحدود العراقي يحبط هجوما على منفذ الوليد في أبرز عنوين الخليج أيضا تفجيرات متنقلة هزو صنعاء احتجاجات الانفصال تتواصل في الجنوب الجيش الليبي يحاصر الإرهابيين في درنة الأمم المتحدة تعلن عن ارتكاب جرائم حرب وإلى الصباح العراقية القبض على أخطر عصابات الخطف في بغداد العملية تمت بعد متابعة ورصد وبين المعتقلين الأحد عشر ثلاث نساء البلمان ينعقد غدا لإقرار الموازنة مجلس الوزراء صادق عليها في جلسته الاعتيادية وفي الصباح العراقية أيضا لرجاني مستمرون بدعم العراق في حربه ضد الإرهاب ننتقل إلى مصر مع صحيفة الأهرام الرئيس منظيره الصيني يوقع عن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة السيسي ننتظر خطوات جديدة من قطر لإثبات حسن النوايا والجدية وفي تونس صحيفة الشروق أمنيون يكشفون للشروق مخطط لإدخال السلاح وراء أحداث العنف الأخيرة المرزوقي يعاقب النهضة ويتزعم المعارضة أطلق حركة شعب المواطنين وفي الشروق أيضا الرابع عشر من جونبيه كانون الثاني يناير تنصيب السبسي رئيسا أخيرا إلى الجزائر وصحيفة البلاد الجزائرية هكذا قضى الجيش على زعيم جند الخلافة كان وراء عملية اختطاف وقتل الرعية الفرنسي وحدة من القوات الخاصة راقبت تحركاته لأكثر من أسبوع الرئيس محمود عباس في ختام زيارته نعويل على الجزائر لإقامة دولة فلسطين المستقلة بهذا العنوان نأتي إلى ختام جولتنا الآن عودة إلى آخر طبع أستاذ سيد من آخر عنوان نبدأ أبو مازل يقول نعويل على الجزائر لإقامة دولة فلسطين المستقلة إلى أي حد هذا الحلم في دولة فلسطين المستقلة وأيضا الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تجدي نفعا أولا يعني نفصل كأنها تصير دولة فلسطين المستقلة أو لا بس لكن الآن أهمية الاعتراف العالم والأمم المتحدة بفلسطين أو بإنهاء الاحتلال والاعتراف بفلسطين هذا مهم قاصة إنهاء الاحتلال عن فلسطين بعدان كيف الدولة وشكله وكانه إذا كان حصل يعني اعتراف الأمم المتحدة يعني دول العالم تقريبا بفلسطين وبإنهاء الاحتلال بمد زماني لا تتراوح أكثر من 3-4 سنوات هذا ضربة الاحتلال يعني الوحيد تقريبا غير الاحتلال الأمريكية هذا الاحتلال الوحيد اللي بقي في العالم وإن كان لحدود الـ 67 67 بس خلا بالـ 67 بس احتلال ولا فلسطين كل فلسطين احتلال خلا احتلال أراضي الـ 67 لا قضي أنا وكانت الدولة أحدود الـ 67 يعني إذا كانت هذه الدولة واللي ملح يعطوها بس نفترض مقدمة لتحرير الأرض مش ضروري تحرير الأرض فيه له وسائل عديدة يعني اللي حصل من اسبعين 3 انتفاضات الشعبي في القدس وفي الناصرة وفي رامالله وفي مهاكن تاني والرحش شهيد الوزير فمعناتا هذا الشعب الفلسطيني فعلا هو شعب عظيم لأنه سروا قرن مئة سنة يقاتل من أجل فلسطين وما تعب ولا بيتعب بغض النظر شو ضحاياه وشو هدائه مئة سنة قرن من وقت لتلع وعب بالفور هو بيقاتل بكل أنواع القتال بحروب بثورات بانتفاضات باعتصامات بالسياسة بالديبلوماسية بالبندقية عم بيقاتل وهذا الشعب لا يمكن أنه يموت ولا تموت حقوقه رغم كل المؤامرات التراجع والمؤامرات خاصة هالمرة من عشسينته بالجاي العربية كله طواطئ عربي كبير بدون ما نفوت فيه نسمي ملف واسع طبعا ملف واسع باتت هذه القضاية بالنسبة لأيضا المنطقة لو قرأنا من تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق كل المنطقة تغلي هذا إلى أين يؤدي هذا الغليان أو إلى ماذا يؤشر تحديدا ماذا يحصل دوليا أقول لك أنه صعب على من يستطيع أن يقول إلى ما ستأوي إليه أوضاع المنطقة أو الغليان في المنطقة أو البخاط في المنطقة كل ما حد بيقلك شك بس لكن ستحصل متغيرات إن كان وليست يعني هالمتغيرات يعني متوقفة على طبيعة الأنظمة كانوا بتتغير أو لا هناك متغيرات تلحق الأنظمة وتلحق الحدود بعض الحدود وتركيب المنطقة هذا أعتقد إنه هذا المنحة بس إنه ما حدا بيقدر يقول كيف وإيش أمتا لأن صراعات مش منسوكي كلها يعني بعد الصراعات يعني لم يقرروا ماذا يمسكوا بلا لأنها فالتي بالأول فلتوها لأسباب لكل نظام ولكل وضعيه الدولي ما إنه هاي بتنضرب بنبني نظام آخر بيكون معنا مثل ما عملوا بال2011 2012 ركب بالعق الستراتيجي الأمريكي وبيضعط تركي قطري إنه المنطقة قياداتها السابقة وكوادرها السابقة اللي برأيلي كانوا عم بيحضروا على مدى 20-30 سنة بعد كام ديفيد لكل المنطقة إنه انضربت بسقوط حسن بارك ونظام يعني الكوادر بمعنى الاجتماعي الاقتصادي السياسي الاعلامي المجتمع المدني كل هذا انضرب وليس بسقوط بن علي كونه وبسقوط بن علي نسبيا هونيك أوضح كان أوضح في بصر هاي هاي استراتيجي بساعة الأمريكي وب نقاشات طويلة ثم عنده من تراكم الدراسات والتراكم والمواقف وبمعاونة الأتراك وصندقية القطر اخذ قرار استراتيجي أن الحركات الإسلامية وخاصة الإخوة المسلمين هم البديل لاستلام الأنظمين منهارا أو التي ستنهار يعني يعني ركب من مصر ليبيا تونس موجود في تركيا بقطر لسوريا لليمن وللأردن كلها في أزرع للإخوة المسلمين فيها إذا نجحوا معتم ضربت المنطقة كلها سوا بقيادة إخوة المسلمين ممسوكة تحت الضمانات الأمريكية أكيد وقالوها مش أنا عبولة الضربة اللي صارت بـ 30 حزيران و 30 مليون إنسان نزلوا على الشريع قضيوا على جانب من استراتيجي الأمريكي وقالتها كليتون بكتابها بكتابها يعني اتفق الأمريكي مع الحكم المصري الإخوة المسلمين بإعلان مصر دولة إسلامية وراحت تشتغل كليتون قالتها الكلام راحت بصفة وزيط خارجية أمريكا فتت عمي ودولتين لتقول لهم بخمسة سبعة 2013 إعلانة الدولة الإسلامية في مصر وعلينا أن نعترب بها هذا كتابها شغلوا وقت اللي بـ 30 حزيران صار اللي صار نضربت جزء كبير من استراتيجي الأمريكي وعطلتهم إعلانة الدولة الإسلامية تبه شو معنات إعلان الدولة الإسلامية في مصر شو معناها شو معنات شو بعدها على 20-30 سنة في المنطقة يعني دولة إسلامية إسلامية تبه مصر مصر ما ممكن كل شعب مؤمن افتراضا بس بس ولكن لا يمكن أن تكون دولة المسلمية دولة إسلامية هي دولة مصرية شعبة مصرية إسلامية ما يقصد به دولة الخلافة التي يريد أن يقومها نعم منها تنتقل إلى مكان آخر فبسقوط مرسي ودور الإخوان عملت صدمة للسياسي الأمريكي حتى هي بتقول بكتابة تلينتون ناقشنا في البنتاجون الخارجية إمكانية أننا نضغط على مصر بحرب على جيشة عملنا دراسة سريعة كممكن المصريين يقفوا مع جيشون ضدنا فلقاين أنه لما نفع قضينا النظر عن حرب ضد الجيش المصري لهذا تم استثناء الجيش المصري وفق دراسات نعم فهذا جانب لأنه الأمريكي تحت صقفه طبعا من أقول وين بيصير الفلتان تحت صقفه ثم دول عربية لبنان عراق سوريا ليبيا تونس يمن مصر كلهم فيهم حالات توترات وقتال بس ولكن قتال ليس بين أكتري وأقلي وليس بين معارضة وهو فهي بين مجموعات بسقف سياسي وراء أمريكا قوى للمرة الأولى في تاريخ المنطقة إسلامية بتلاوين مختلفة من الإرهاب إلى الإخوانة فاتوا بمعركة ضد كل دولة عربية من هالدول السبعة ثمينة وضو جيشة لأنه العمود الفقري بحفظ التوازن والاستقرار يعني هون لابد نعم صارت الفوضى وبرأيهم هن قادرين أنهم يستلموا السلطات ويستلموا البلد بقوطهم المنظمة أكتر مع مصاري وبالدكية ومن ثم باستخدام الله في المعركة نعم هذا الموضوع تحديدا أستاذ سيد يعني أنه تبين أنه الجيش أو تبين أنه الشعب المصري لا يمكن أن يقف ضد جيشه ما هيك عباحس أيضا في سوريا لم يتبين معهم مثلا هذا الموضوع لماذا دخلوا إلى هذا الحد ضد الجيش السوري لماذا دخلوا في حرب ضد الجيش السوري في سوريا سندموا بعدين الأول هن اعتبروا أن الجيش السوري يعني مصيره مثل مصير الجيش العراقي أو شبيه بإسقاطاتهم على الجيش المصري وعلى الجيش التونسي بإيام الانتفاضات فالجيش السوري ليس يكون أحسن فأمام المال الخليجي والمذهبية فبيفرض الجيش السوري هذا كانت مرانته مش غير شي مش بالقتال مرانته نهاية أنه بيسقط بيتمزق ومن ثم ما نستطيع أن نوضع اليد على الجيش وعلى سوريا وهذا كلام من سنة ونص سنتين أحد السفراء الغربيين الأوروبيين كنا بعشها أصار يعد حدي فقال لي صاحب البيت أنه الكلام قل لي قل لي بسرعة نحن نعم ناكو شو شو سر ورا تماسك الجيش السوري يصمدوا بعد نحن مصدومين قل لي مين أنتو قال لي نحن دولتنا والأطسي كله كيف بعد واقف الجيش السوري مين دولته الدولة غربية أوروبي مصدومين قل لي هذا الجيش مربع قائديا قبل بشار وحوز الأسد مربع قوميا هذا بيسموه الجيش السوري الجيش فلسطين هذا عقائديا متماسك قوي وهذا لا تربع ولا يعمل دورات لا ببالجيكا ولا بفرنسا ولا بلندن ولا بواشنطن ولا بيجيب سلاحه منكم يعني بعيد عن تأثيراتكم أنتو متل ما أسقطتوا مواقفكن السياسي الكبيرة على الجيش المصري وعلى الجيش التونسي أو على الجيش الآخر فسقطوا على الجيش السوري عن مال وإطلاق المذهبية ما تأثر الجيش السوري يروح منه خمسة ألف ثلاث تلاث 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 أمريك بسمئة ألف ماشي بقية متماسكة واحدة من أسباب تماسكه لأن كنت لعبته اللي عبت القذرة مع الجيش العراقي باحتلال الأمريكي حليته فإمثال بس تفوته تنتصره هتحله ما تتوقع منه ظل متماسك وهو الذي يقاتل يدافع ليس عن النظام يدافع عن وحدة سوريا وعن شعب سوريا تلبك لأنه مريم لبكي ما كان سأل السؤال بتضبط بمعنى آخر بمعنى آخر طبعا فبدي يردلك بس جواب أربك وأكثر كمان سنة الأربعة وخمسين ماذا يقول بين جوريون الأربعة وخمسين اللي تستكين إسرائيل يجب تدمير الجيش السوري والعراقي والمصري واشتغلوها كان أيضا في أوراقه أعتقد هو بن جوريون نفسي يقول حتى لحفظ أمن القوم أمن إسرائيل لابد من القضاء على السودان والعراق وسوريا السودان والعراق وسوريا بس أل أنه ذكرت لت جيش بيضيف كمان هو إذا بدك أنه أمن بن جوريون أمن إسرائيل ليس في عقد الاتفاقيات الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي ليس في عقد الاتفاقيات مع الدول الجوار بل بحروب في هذه الدول وبتكوين دويلات على قاعدة المذهبية والطائفية بالمنطقة متحاربة هذا اللي اسمه الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي مش الاتفاقيات ولا التسويات صحح هذا بيعملهم وقتا لكن وصلوا للأخير والله الذي يجري هذه المؤخرة هذه الاقتتالات والتوترات في المنطقة والكلام ليش فلتت أمريكا وتركيا والسعودية داعش في العراق على الموصل لماذا؟ لتمزيق الخريطة لأن الاقتتال ما عاديك فيها عطاها قوي ولكن تمزيق الخريطة بضعف الجميع بتركهم بإيد أمريكا تفعل ما تشاء بإعادة رسم الجيو سياسية في المنطقة لكن هي أمريكا لن تستطيع لوحدها يعني رسم الجيو سياسي أضعفت جميع الدول العربية أين هم الآن هلأ صار كله بدور أضهار شوفي أمريكا اللي طلعت بالقوة من العراق وسحب الجيشة تعود إله بطريقة أخرى بالضبط وردخلك تعود ربوه وتفتح قاعدة وبريطانيا تعود إله هلأ هيا بنت علىها استراتيجية هل ترجع ترجع تمسكها من جديد بشكل أقوى أوراق الكردية في المنطقة وحطت إيدها الآن تحط إيدها على الورقة الكردية السورية بعدما عززت تماسكت أو عززت قوتها على الورقة الكردية العراقية العراقية طبعا من هنا أنا أقول هي ليش حركة أمريكا يعني في هذه النقطة تحديدا أستاذ سيد يعني هنا تلعب تركيا على هذا التناقض يعني تساوم أمريكا لأن هناك يعني بعض الطلبات التي لا تقوم بتنفيذها تركيا تريدها أمريكا ولكن تركيا هيك تستعصي إذا حد ما أو تبتز أمريكا في تنفيذها هي تبتزها بس ولكن في مصلحة أمريكية ما فيها تروح للآخر مع الأتراك والدليل أنه ما قدرت وفقت على إقامة منطقة عازلة أو حظر جوي على الشمال السورية مش لأنه بتحب سوريا أمريكا لأنه شايفت أنه هاي بتعمل إشكالات كبيرة بتعيد من جديد الصراعات اللي منا مضبوطة في المنطقة شايف كيف وربما تعيد ترتيب الخريطة التي وصلت إليها بينما هي من شهرين بسترتيجة أمريكية جديدة أنه صار في هذا الوحش اللي ربيناه كلنا سواء نحن والسعوديين والقطريين والإماراتيين والأتراك اللي هو الوحش الإرهابي التكفيري كبر كلنا إيدنا فبدنا نقضي عليه قبل ما أو الأحرى نحجمه قبل أن يأكل إيد التاني والقلب يعني القلب اللي عم بحكي أنا الأكبر طبعا طبعا على كل حال في الهال السبب بتعمل عملية تدمير للمواقع وهذا أنا برأيي ستكمل ما لم يدمر في سوريا والعراق ستدمره تحت عنوان داعش تحت عنوان داعش على كل حال نتابع هذا الموضوع وأكثر ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود وأوراحم بضيفنا في الستوديو الكاتب والسياسي اللبناني الأستاذ سيد فرجي أهلا وسهلا بك أستاذ سيد قبل أن نتابع ما كنا نتحدث عنه لابد أن ننتقل إلى الحديث عن الحوار في لبنان ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إذن إلى الحدث اليوم والتفاصيل الشرق الأوسط السعودية تحرك فرنسي لدفع ملف الرئاسة اللبنانية والفتيكان عاتب علمت الصحيفة من مصادر فرنسية واسعة لاتلاع أن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية جون فرانسوا جيرو سيتوجه إلى الرياض في الخامس من كانون الثاني يناير المقبل ثم إلى طهران وبعدها إلى الفتيكان في مسعى لتحريك ملف الرئاسة اللبنانية المصادر أوضحت أن هناك فرصة للخروج من المأزق الرئاسي باعتبار أن طهران أظهرت بعض الليونة في هذا الملف وكذلك في ملف الأزمة السورية بعد تأييدها الجهود الروسية الساعة لإطلاق حوار سوري سوري ونقلت مصادر دبلوماسية عربية عن الفتيكان عتبه الشديد على الطبقة السياسية المسيحية في لبنان وأضافت أن الفتيكان يفكر في مبادرة ما لحل الأزمة وكشفت مصادر معنية أن الأحزاب المسيحية تسعى إلى عقد لقاء ما بين عيد الميلاد ورأس السنة يجمع المرشحين لمنصب الرئاسة للإمساك بالملف الأخبار اللبنانية حزب الله والمستقبل على مائدة بري بدت جلسة الحوار الأولى بين حزب الله وتيار المستقبل برعاية الرئيس نبيه بري حذيرة ومتحفظة لكنها إيجابية قدم بري أكثر من كلام للمجتمعين مائدة جنوبية عامرة بالإفراك والسمك والمقبلات غير أن الأجواء التي وصفتها مصادر المجتمعين بالإيجابية شابها بعض التحفظ لأن اللقاء يعقد للمرة الأولى بعد القطيعة بين الطرفين قبل أن يحاول بري ترطيب الأجواء وعلمت الصحيفة أنه مع أن جدول الأعمال قد حدد مسبقا جرى الحديث عن قتال حزب الله في سوريا مع تأكيد كل طرف أنه سيبقى على موقفه منه وأشارت مصادر اللقاء إلى أن الطرفين أبديا هدوءا وجدية ومؤشرات على عدم وجود استعجال لحصد النتائج من جهة ثانية أشارت مصادر مستقبلية إلى أن هناك حذرا من طرف المستقبل من نتائج الحوار واحتمالات فشله البناء اللبنانية لريجاني يختتم مع السستاني مشاورات التمسك بالثوابت اختتم رئيس مجلس الشورى الإيراني جولته على الحلفاء الشركاء في العراق حيث اللقاء مع السيد علي السستاني والخلاصة كما رسمتها للصحيفة مصادر مواكبة للجولة دعوة الحلفاء الشركاء إلى عدم توهم وجود صفقات إقليمية ودولية تجعل إيران تساوم على ثوابت حلفائها وشركائها ولا على وحدة العراق القوة سوريا وثبات مؤسساتها الدستورية بدءا من الرئاسة والجيش وصولا إلى انتظام عملية ديمقراطية تشكل وحدها قاعدة الحل السياسي انتهاءا بلبنان حيث الرئاسة اللبنانية الموقع المسيحي المتقدم في الشرق للمسيحيين الذين باعهم الغرب لداعش والنصر أملا بإسقاط سوريا تتابع المصادر أن خلاصة رسالة لاري جاني بالقول إن الحرب على الإرهاب موضع حوار عالمي شاق وشائك ولم تتبلور نتائجه بعد وفي قلبه تنتج التسبيات وهي لم تبدأ بعد استي سيد طبعا نتابع ما كنا نتحدث فيه في بداية الحلقة عن موضوع الحوار هناك حتى في الفريق المشارك في الحوار تيار المستقبل في مصادر قالت بأنه غير معول على نتائج هذا الحوار ولكن دعني فقط أذهب إلى ما ورد في صحيفة السفير عن شركاء وحلفاء لحزب الله يعترضون شكلا ومضمونا على انعقاد هذا الحوار لماذا؟ لا مش على انعقاد أو على شك شكرا مضمون على المضمون أكثر على انعقاد شكرا مضمون على ما هو وعلى المشارك أيضا في هذا الحوار أنه أنه محقين يعني بالطلب أنه أن لا يكون الحوار سنائيا رغم أنه نسلم أنه وظيفة الحوار أن تكون يعني تنفيذ الاحتقان ومثلما احتواء التوتر هذا مطلب الجميع بيقولوا أنه إذا بده يصير حوار لازم يكون أوسع تانيا بالحوار يجب طرح المسائل الأساسية القضايا الأساسية مش تجنبها طرحها للمعالجة واللي هي سبب الأزمة أحدهم يقول أيضا أنه طيب حوار بين حزب الله ووعد لي تنفيذ الاحتقان بين هلالين خلنا نقول سني الشيعي طيب ما فيه احتقان سني سني ليش ما كما بيصير فيه لا يتنفس فيه احتقان مسيحي مسيحي لماذا كذا يعني بنرجع للعبة يعني بدل ما يكون إجرتين للمزاهي بيصير ثلاث أربع عشر لا 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 ما هذا هو مش هذا المطلب برأينا المطلب حوار اللبنانيين ولكن في هذه الجزئية تحديدا أستاذ سيد يعني كل المشاكل الأزمة السني السنية أو الشيعي الشيعي هي نبعة بالأساس من هذه الأزمة الأزمة بين تيار المستقبل وبين حزب الله يعني إذا حلت هذه الأزمة ربما يعني تنعكس حلا على باقي الأزمات هذه هي أزمة أزمة علاقات أزمة عصبيات بس البلد مش كله عصبيات ولا أزماته عصبيات لا أنا أرد على من يقول هناك أزمات أخرى سنية سنية هناك مسيحية مسيحية طبعا كل أحد يعني أنه بده دوره ومكانه في المعالجة وعلى الطاولة لا أنا أقوله مش هيك هذا مهم أنه بدنا حل آخر لأنه هذا النظام شو ما عملته عاجز أو مستعصي عن الحلول ما بيعمل فالهون أو بيعدوا اللبنانيين كلهم بقواههم السياسي وليس بمراقع المذهبية والطايفية لا يوجدوا بعض الحلول بعض الحلول للمعالجة من الأزمات يعني السريعة بالبلد أما دقيق دورهول ما بيصير واحد هو مثل ما بيقول طاقفته معينته طاقفته منتخطته كيف بده جيغة طائفية لا نائبا ولا وزيرا إذا كان فمن هون يعني هذا الكلام يفتح أستاذ أيضا على موضوع ما كان تم الحديث عنه سابقا بأنه اللبنانيون باتوا بحاجة إلى عقد اجتماعي أو عقد مع السلطة جديد إما تعديل الطائف أو تغيير الطائف حتى لو طبق بكامل بنوضي طبعا طبعا إنه شو ما هو فتح صغرى الطائف والطائف كان عندما أطلق حكم جديد في نظام قديم حوالي جمل شي بس لكن بقي وحتى زكر حطه في الدستور في المواد 95 ومواد 24 ومواد 22 ومواد 20 مازال فهلا أكي مع كل أحد بيقول أنه ما عملوا مراسيم ما كفوا ما عملوا كل أحد لموقعه بس لأنه ما زال هذا الدستور قائم على التوازن وعلى تكوين المذهب والطائف في البلد ما ممكن هلأ الصير عوام بيكون وليش صحي أنه إخب مداه الإقليمي لأنه الإقليم المنطق الإقليمي بحالة غليان يعني انعكاس الغليان على لبنان وانعكاس بالأساس يعني هو الغليان بين أمريكا وبين موسكو وبين روسيا لا لا المشروع الأمريكي بالمنطقة حيث قادر وإيده طويل كتير حرك المواضيع وعامل حالات اشتباك وعامل حالات التوتر وعامل حالات غليان ما في شك طيب هذا الموضوع دائما ما يحصل ولكن المستجد حاليا في هذه الأزمات تحديدا يعني هو العلاقة بين روسيا وبين أمريكا هذا الشد الكباش الذي عاد يذكر بالحرب الباردة وهناك من يقول بأن فعلا المنطقة بأسرها عادت إلى فترة الحرب الباردة كيف ينعكس على المنطقة على سوريا على لبنان على العراق تحديدا ليس المنطقة فقط عادت إلى الحرب الباردة العالم كله عادت إلى الحرب الباردة كله مشترك الآن يعني الآن صار في أولوي عند الاستراتيجية الأمريكية مع أولويتها للمنطقة الشرق الأوسط أولويت محاربة روسيا هذا جديد محاربة يعني بمعنى الضغط على روسيا عزل روسيا عن حلفاء المقاطعة العقوبات اللعب بالنفط بأسعار النفط والمضاربة بعملتها ومحاولة تخفيض الصقف الحوار بين أمريكا وبين الصين لمحاولة استجلاب الصين وإبعادها عن روسيا لإضعاف روسيا لأن روسيا عند الإمكانية والإمكانيات الفكري والسياسي والقومي والحضاري والمالي والقرار بمواجد الأمريكي فمن هون فيت بالإضعاف من هون بعد ترك الجرح ينزف بداية أكتر بدأ حرب أكبر بأوكرانيا ومن هون بدأ تضرب يعني الضعف الروسي مشهما يأثر عليها في الأفريقية أو في أوراسيا خاصة أنه وقت اللي طلعوا قضية البريكس تانيا فيها قرارات لو لا تتنفذ القرارات وتمشي من صندوق أو بانك دولي بدينا عن البانك الدولي وعمل بواحدة بين هذه الدول تستغني عن الدولار ومن ثم سلي وحدة للعملات واستبدالها بتضعف القوة الأمريكية وبتضعف الدولار الأمريكي وعمل الأمريكي ويصبح هناك فيه مجلس نائيات يعني تعدد مرجعيات المالية وخاصة بعد ما شفيت لأمريكا من الأزم المالية 2008 ممكن تتجدد ومعها أوروبا اللي هي ما بتتراوح وتأرجح طبعا فهذا الوضع طبعا طبعا العكاس كبير علينا بالمنطق بمناطق النفوذ ومبين ليش إجاب بوتين على تركيا وحاول اللي يلعب لعبة لخطوط الغاز بدل ما تتروح عبر برغاريا أوروبا تجي عبر تركيا بس بدوا يلوي زراعة تركيا بالنسبة لسوريا ولكن أعطى في المقابل أنه بدل أن تقف أنت على أبواب الأوروبيين لتدخل إلى الاتحاد الأوروبي ولتسدجد أي شيء بالعكس الأوروبيون سيقفون على أبواب تركيا لأن أعطاء موقع قوي طبعا في حال وفق أكيد بالتأكيد أيضا في هذا الحراك الإقليمي والحراك الدولي هناك زيارة لارجاني إلى المنطقة وكانت هذه الزيارة ملفتة جدا وقيل بأن الحوار في لبنان عقد بناء على هذه الراحة إذا صح التعبير وهذا الهدوء الذي تشهده العلاقات بين إيران والسعودية من جهة وأيضا بين السعودية وبين باقي دول الخليج يعني هيك هناك استدباب هل توافق على هذا الكلام؟ أوافق بس ولكن هذا ما فيه هدوء بالعلاقة بين إيران والسعودية يعني كل الكلام السابق واللي عمره أكتر من سنتين أنه كان بالأول يحملوا مسؤولية تداهر العلاقة لنجاد كرئيس جمهوري لأنه متطرف مع روحاني لم يحصل تجاوب فبيعملوا يعني اتصال أو اتفاق بعد 24 ساعة بينضرب يعني حتى الآن تعطيل العلاقة السعودية الإيرانية عم بيتم من جانب السعودية فمن هون بيطلب أمريكا ولا بيطلب أحيانا بيطلب أمريكا يعني بس ولكن هون نقاط التقاطع فيها أنه والسعودية بدأت تضغط مشان أمريكا ما تكفي الاتفاق مع الملف النووي الإيراني يعني هون بيتطفق السعودية مع الإسرائيل بالضغط على الأمريكا مشان ما يعطي تسلات أو يقبل بإنهاء الوضع الملف النووي ومن هون عطيتوا أمريكا تيقدر يعطل الاتفاق وعطلوا قبل شهرين ومددوا ستة شهور عطيتوا موافقة السعودية مع الأمريكا بتخفيض أسعار النفط ليضر أو ليأثر ويدغط على روسيا وعلى إيران وعلى فنزويلا بس هاي بالآخر بدأت تطلع الصرخة بالخليج ورغم أنه عندنا احتياط كبير مالي حول تخفيض أسعار النفط يعني بيعتوا بعضهم على حساب الآخرين بس نقطة واحدة لأنه ما في توافق ولا علاقة جيدة بين إيران والسعودية بس ولكن حصل يعني نقطة التقاطع بين الأمريكي والسعودي والإيراني حول ما يحصل في لبنان لأنه لا سعد الحريري بيقدر يفوت بالحوار إذا السعودي ما قالت وافقت على ذلك لأنه الأمريكي والسعودي والإيراني بدأوا استقرار بلبنان الهاجز هو الإرهاب الإرهاب طب هنا أيضا في نقطة ملفتية أين السنورة من هذا الحوار هذه النقطة إذا بدك المفارقة باللقاء اللي حصل أو بالإعداد له بلفت فعلا سعد الحريري لم يوافق على حضور فائدة السنورة لماذا؟ لأنه ما بده يكبر أكتر وتاني ما بده يشاغب على شيء مطفئي اللي بده يحصل هل يشاغب السنورة بمازل عن طلب السعودية؟ أم أنه السنورة يستخدم حين نريد أن نفشل الحوار وحين لا نريد أن نفشل الحوار هذا الكلام صح لا هو يمكن قراره يمكن بقرارين تداخله يعني مصلحة سعد الحريري لا أريد هذا الرجل أمريكا أكتر من سعودي فؤاد قرار؟ أمريكا أكتر من سعودي يعني أمريكا أولا سعودي ثانيا سعد سعودي أولا أمريكا ثانيا الألوية حسب الأولوية حسب الأولوية حسب الأولوية طب أيضا يعني فيه موضوع إنعكاس يعني الراحة التي تشهدها المنطقة إذا صح التعبير طبعا راحة هدوء أو راحة بالعليقات ارتياح في العليقات وعودة العليقات بين مصر وبين قطر كيف يمكن قراءة هذه كيف يمكن أن تنعكس هذه نتيجة الأزمة القائمة بالخليج العربي ونتيجة الخوف كل دول الخليج مجلس التعاون من الإرهاب اللي فلتوا واللي مولوا واللي دفعوا واللي واللي سلحوا رعبوا خافوا يعني دول هذه الدول مش دولها هاي كرتون إذا ما فيه سقوف تحميها مثل الأمريكي لهذا السبب كل هذه دول الخليج محصنة بقواعد أمريكية نتدخلوا بالخارج هذا اللي بيحميها ما فيه دولة دولة بالعالم تقبل لقاعدة أن تبني على أرضها قاعدة أمريكية إلا بتقبض أجرتها من الفلبين وبالجاي بتقبض أجار إلا في الخليج الخليج عادي بيدفع الكويت تدفع بين 8 و 9 مليارات دولار سنويا تحطوا لحماية وكذلك البحرين وكذلك قطر فهم والآن البحرين تعود إليها القاعدة البريطانية فأمنا بريطانية نايا ما كفيتها وحدة يعني عودت باب الاستعمار الجديد للبريطاني لأنه هو الأقصى الجوه هو أحيانا بيعط التعليمات للأمريكي كيف يتعمل لأنه هو مئة سنة استعمار البريطاني لقت الخليج كله فمن هون الخليج فزعوا خوفوا اليمن والحدود المشتركة مع السعودية حالة اضطراب والحراك باليمن جديد لم يمش على مستوى مصلحة السعودية العراق العراق واللي هني ضد الجدار بيرلين بس كلهم عم يبنوا جدار إسرائيل بيبنوا جدار ضد جعب آخر الأمريكان مع المكسيك بيبنوا جدار والسعودية عم تبني جدار مع العراق بيبنوا جدار آخر مع إيران يعني مع الأطراف الثانية ديبنوا جدار خوفوا حلو طيب العراق وعلقته بالداخل السعودية طيب قطر بالداخل عاملتهم صغرة وداخل عليها يعني النفوذ التركي بمعنى آخر الصراع الذي لا ينتهي سريعا ما بين الوهابي والفكر للإخوان المسلمين هذا صراع طويل الأمد ولا حيروح طويلة من هون الآن السعودية يخذ مكسب أن الدولة الكبرى عربيا هي مصر مصر لأن متضررة من الإخوان المسلمين بقلب سوء مصر لأن الإخوان المسلمين في كل الأطراف يدعمون الإخوان في مصر فالمصر حليفة للسعودية الآن من الباب غير الدعم المالي لا تتأمن حالها بتحصين عربي هذا الخوف أجبر أو ضغط على قطر وقطر اللي صار بالآخر وتبتروح هذي بتصير بلا مشروع بتصير صندق جوباس هي ما عندها مشروع هي تشرب مشروع الأمريكي صح طيب رجعوا وحطوها تحت الصقف الخليجي ومن هون صار الضغط لنقدر نقبل فيك غير أنك بتسكي جهزين ومادي شو بدك تتعاطي إيجابيا أو تتصالح مع مصر مصر بيخدمها أنه توقف دولة مثل قطر بإمكانيات الإعلامية والمالية والإعلاقات الدولية أنه توقف ضغط على مصر لتقدر تطلع مصر من أزماتها فهي هذا يعني الأمريكي ما كتير موافق ما كتير موافق على يعني إذن كيف سيصمد هذا الاتفاق إذا صح التعبير يعني أو هذه المصالحة أو هذه المصالحة كيف ستصمد بدون موافقة الأمريكي لا أنا ما قلت ما قلت منه ما قلت ماش كتير مرتاح لأنه ليش ما مرتاح لأنه هو بده الضغوط على مصر لتسير ترجع مصر لأ عنده الآن مصر ما هنا ضده بس ولكن ليست في جاي به كما كانت عيام حسني مبارك وأنا والسادات وحدت مع مرسي أبدا بعرف كتير تفاصيل حول الموضوع يعني مثلا الأمريكان من أربع ثلاثة شهور بيطلبوا منه من السيسي باجتماع الاتحاد الأفريقي أنه تفضل عمل لك دعوي الزيارة وأوباما بعت لك ووجه لك دعوي قالوا هلا عندي أشغال ما فيني بعد خمسة يام كان أبي موسكو في إلويات قادرة مصر على قيام بهذا الدور قادرة على الوقت اليوم لحو الصين صحيح قادرة مصر على الوقوف بوجه أمريكا حاليا والاعتماد على قادرة أن لا تخضع للضغوط الأمريكية ولكن هذا وقوف في وجه أمريكا يعني بعد خمسة أيام يكون في موسكو ورافضان في السابق خاصة أن أمريكا بعد لم تسقط دعمها للإخوان مثلا يروي لي أحد القومين العرب في مصر وقريب الأمنة السيسي صار وقتا اللي اعتقلوا لمرسي بتتلفن سفيرة أمريكا للسيسي سفيرة أمريكا أن شو عم تعمل شو هدا هذا قرار عم بأله قرار أمريكي أنه السيسي بعد ساعتين بده يكون مفرج عنه مفرج عنه قال له مين عم بيحكي أه هل التسافير أمريكا باللبنان بمصر قال له لو منك امرأة كنت حكي دي الكلام أكبر هاي دي مصر مش قطر ما فيك أن تتحكموا فيها وسكن التلفن آه برافو يعني هذا مش لطبي صالح أو لشي عم نحكي بمعنى تنصيف دائما يقال بأن مصر لم تتغير ومصر ما زالت تابعة لأمريكا وتلعب دورها الذي كان يلعبه في السابق مرسي وحسن مبارك وأنه السدات بعد بكير بعد بكير اتخاذ الموافف يعني في أربع خمس شغلات حصت في مصر أمريكا طبعا هو لا شك أنه بموضوع التسلح بموضوع السلاح وقناة السويس والعلاقات مع الروس طرحوا على مصر إعادة أن مصر تندج أو تعزز صناعة الأصلحة كما كانت على أيام عبد الناصر على كل حال كان يعني بعد في عنا كلام كثير يعني عن تضرر تركيا وزيادة في عزلتها من واقع العلاقة بين المستجدة بين مصر وقتر ولكن للأسف أستاذ سيد الوقت انتهى شكرا لحضورك كل عام أنت بخير أنت بخير غدا عيد الميلاد يعني أيضا نهني المشاهدين إلى المشاهدين عامة المسيحيين والعرب والمسلمين وجميع المشاهدين كل عام وأنتم بألف خير غدا عيد الميلاد إذن إلى حلقة جديدة غدا اشتركوا في القناة